نعم مشاهدين وللحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا عبر سكايب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل أهلا بك دكتور إلى نشرة المنتصف خلي أبدأ معك من الحراك العالمي للإضراب تضامنا مع ما يحصل في غزة كيف تنظر إلى هذه الخطوة نعم مؤكد هذه التظاهرات هذه الاحتجاجات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأوروبية إسبانيا فرنسا ألمانيا بلجيكا أيضا المواقف الرسمية في الواقع لرؤساء الدول فرنسا كما أشرنا إسبانيا تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية بإحالة سيد نيتنياهو لمحاكم جرائم حرب رئيس الوزراء الإسباني مسألة مؤتمر دولي من أجل التوصل لدولة فلسطينية مستقلة ذا السيادة هناك تغير بالموقف البريطاني وحتى الأمريكي غوتريش اليوم يدعو إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا أعتقد ستكون ضمن إطار المادة 99 لوقف الحرب لأسباب إنسانية إذن الحراك الدولي على التضاد وفي مواجهة مع استمرار الحرب الخطيرة جدا في النهاية هذه الحرب تنعكس بآثار سلبية على أسعار الطاقة النفط والغاز بعدما ترتفع أسعار الطاقة في العالم كما حصل في حرب أكرانيا والتي ما زالت أيضا مستمرة سترتفع الأسعار وعدما ترتفع الأسعار سترتفع معدلات التضخم وخفاظ القدرة الشرائية وأيضا موضوع البطالة وغيرها من التفاصيل الاقتصادية المترابطة حول هذا الموضوع على سبيل المثال المقاطعة التي أخذت صدى واسع في مختلف دول العالم خصوصا في الدول العربية والإسلامية أدت إلى خسائر 11 مليار دولار لشركة ستاربكس وكذلك ماكدونالد أو غيرهم للشركات والمنتجات الأجنبية كل هذا ينعكس على أسعار أسهم هذه الشركات في البورصة بسبب انخفاض أرباحها وبالتالي تتكبت خسائر كبيرة تنعكس على الاقتصاد العالمي نعرف تماما أن الاقتصاد اليوم هو اقتصاد معولا مترابط فأكيد كل ما يحصل اليوم من اختلالات اقتصادية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية نعم دكتور هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على ما يحصل في غزة وأيضا على الموقف الدولي حيال الانتهاكات التي تحدث في غزة الموقف الدولي عموما أصبح تقريبا يذهب بالإجماع نحو وقف هذه الحرب يعني باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية اللي لديها اعتقاد لاحظنا يعني كمبدأ في السياسة الخارجية والاستراتيجية الأمريكية عندما تندلع حروب لاحظنا في موقف جونداليزا رايس في حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله عندما دعت إلى عدم وقف هذه الحرب حتى تحقق أهدافها اليوم نلاحظ نفس التصريحات عد القيادة الإسرائيلية وعد الإدارة الأمريكية أيضا بمعنى هذه الحرب تستهدف تفكيك وإزاحة حماس من المشهد السياسي في غزة وفي فلسطين عموما وأيضا تعتبر أن حماس منظمة إرهابية سواء في أمريكا أو في إسرائيل هذا يبيح لإسرائيل إذا جاز التعبير طبقا لمنطق إسرائيل نفسها وحتى أمريكا الحرب على الإرهاب مشروعة إذن ستستمر هذه الحرب حتى تحقق أهدافها وأيضا تذهب نحو إعادة صياغة البنية السياسية والاقتصادية لغزة والعودة إلى البحث في إطار سياسي مختلف تماما من غزة إلى القدس إلى رام الله هذه كلها سيناريوهات بالنهاية لكن الهدف الإساسي استمرار هذه الحرب من يقول ستستمر لشهر لشهرين وهناك أيضا أحاديث ممكن تستمر لسنة وسنتين وكل ما رح تستمر هذه الحرب أكيد ستنعكس بكوارث اقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني وعلى الاقتصاد الإقليمي وحتى على الاقتصاد الدولي اليوم تكلف هذه الحرب إسرائيل بحدود يعني بنهاية هذا الشهر حدود 200 مليار دولار وهذه كلفة جدا باهظة كلفتها اليومية 200 مليون وتتصاعد وتنعكس بأثار سلبية على الاقتصاد إسرائيل واقتصاد فلسطين بحكم هذه الفوضة الخطيرة التي تمتد ومستمرة حتى يومنا هذا إذن لن يكون هناك حصيلة اقتصادية أو فائدة اقتصادية من هذه الحروب أكيد لا لكن هي حرب مستمرة لإعداد استراتيجية وأكيد تتأثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني والسوري والأردني والمصري وكل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى الاقتصاد العالمي مسألة السياحة مسألة التجارة مسألة الأسواق الحجز في الطائرات وغيرها من التفاصيل المهمة نعم دكتور أنتقل معك إلى ملف آخر يخص الشأن الداخلي وإجراء انتخابات مجالس المحافظات يعني السودان يجدد التجديد على تأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين أثناء التصويت الخاص وعدم التأثر على خياراتهم الانتخابية إلى أي مدى ترى أنه سيتم الالتزام بالقرارات الحكومية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة؟ نعم هذا مهم جدا وما تفضلت به يجب أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة ديمقراطية بمعنى عدم فرض الآراء عدم فرض مرشحي الأحزاب عدم التزوير عدم دفع الأموال وغيرها من السياسات أو الاتجاهات المشوهة مع الأسف اللي مارستها الأحزاب في الانتخابات السابقة واحتمال أيضا ممكن تمارسها في هذه الانتخابات اللي مارست ضغط حتى مسلح تهديد أو لأنفقت أموال أو زورت أوراق أو غيرها من التفاصيل اللي شفناها في حرب 2018 بصورة خطيرة وشرحها يانجوبيتش بشكل مفصل أمام مجلس الأمن الدولي في حينما كان ممثل للأمين العام للأمم المتحدة إذن وكانت أيضا هناك توجهات أنه شفافة ونزيهة وديمقراطية إلى آخره لكن الواقع شيء آخر تماما في هذه الانتخابات نتمنى أن السلطات القضائية التنفيذية حتى التشريعية تمارس دورا رقابيا وتضمن ديمقراطية هذه الانتخابات معنى الحق بالوصول إلى صندوق الاقتراء للمواطنين والناخبين والحق لهم في انتخاب من يشاءون دون ضغط مادي أو ضغط أو تأديد أمني أو ضغوطات أخرى مثل ما كنا نلاحظ بالانتخابات السابقة على اتحال أكيد ستكون هناك رقابة وستكون هناك تقارير من منظمات قد تكون دولية الأمم المتحدة خصوصا يعني البعثة الموجودة في العراق ستراقب هذه الانتخابات وأكيد سترفع تقارير في حالة وجود انتهاكات للشفافية وللنزاهة ولديمقراطية هذه الانتخابات ويترك الأمر للسلطات المسؤولة الدستورية لاتخاذ القرارات بشرعية أو عدم شرعية هذه الانتخابات نعم الرئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل شكرا جزيلا لانضمامك معنا اشتركوا في القناة